قام وزير التدريب المهني وترقية المهن آدم دنجاي نكور جيد بزيارة عمل إلى مدينة آتية البطحة والتي بها أطلق مشروع التمويل الإسلامي في البطحة تقرير محمد طاهر جبنين الحضر يحظى إقليم البطحة لأول مرة بخدمات مشروع التمويل الأصغر الإسلامي في شاد المستفيدون من هذا الدعم والذين ينتمون إلى المقاطعات الثلاث المكوينة لإقليم البطحة يشاركون في هذه الدورة التدريبية في كلمة الترحيب حاكم إقليم البطحة جون بيرنار باداري أثناء على مبادرة مشروع التمويل الأصغر الإسلامي في شاد لدعم التجمعات والأفراد أصحاب المشاريع المدرة للعائدات بالبطحة مؤكدا أنها جاءت مطابقة لسياسة رئيس الجمهورية الذي ما فتأ يفكر مليا في كيفية محب الفقر من أوساط المواطنين الشاديين وقال الحاكم إن حوالي ستمائة طلب تم تقدمها حتى الآن من قبل المواطنين بالإقليم وسيتم البط فيها في أقرب وقت أما منسق مشروع التمويل الأصغر الإسلامي في شاد مالك محمد الشيخ فتناول هو الشروط والضوابط المتبعة في هذا النوع من التمويل التمويل للقرود السخير الإسلامية بسفة عمّة هو بخوص شنو بخوص الناس البوسطاء ما بمويل التجار كوبار حقيقة هذا ما لازم تفهمو ما بمويل التجار الكوبار إلا ناس صغار صغار يدبروا في الأسواق يقدر يتعاملوا ما بينه وعنده حوالي أربع مراهل بعدين المدرب يقدر يفهم كلها بالتفاصيل والمشروع من قبل الدولة الرئيس الدولة إدرس دبيتنو أسس المشروع لكي كل السكان أن تستفيدهم وفي مداخلته بهذه المناسبة وزير التدريب المهني وترقية المهن آدم دانغاي ناكورغيت قال إن ثلاث مليار وسبعمية مليون من الفرنكات الإفريقية هي المبلغ الإجمالي الذي قدمه الصندوق الإسلامي للتنمية لدعم نشاطات برنامج التمويل الإسلامي لدعم نشاطات مشروع التمويل الإسلامي في شاد وإن إقلم البطحة سيحظى مثل غيره من الأقاليم بما يكفي لتمويل المواطنين سعيا لمحاربة الفقرة وشدد الوزير على ضرورة تسجيد المستفيدين للمبالغ خلال الفترة المحددة هذا ونشر إلى أن الورشة تستمر ثلاثة أيام